والوان الفلفل. سبعة ليرة الكيلو لفوق. السلام عليكم. اوه. هيدا عظمان. التصوير النهاردة من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة التصوير ان شاء الله هيكون في بازار كيا شهير. ومحل الحلويات المشهور في كل محافظات تركيا اسمه كوسكا. محل كبير بيصنى حلوياته بيصدرها لبرة. تابعونا الى نهاية الفلوغ وان شاء الله هنصور لكم البازار طابق طابق. فابقوا معنا وما تنسوش الاشتراك والسبسكرايب عشان قناتنا تكبر. ويلا بينا. هيا سوق السمك. سبعة ليرة للكيلو بفوق. ماشا الله. هنا الاتراك بيستخدموا كمية فلفل. طبعا هنا الفلفل مش يغركوا شكله. هو بيبقى بارد مفيش عندهم فلفل حار. نادر ما تلاقي فلفل حار هنا. شايفين? جميع اشكال والوان الفلفل. هنا الملح الصخري بيتحط في المطحنة. بعدين يتخل بتاخده جاهز. طوزو. طوزو يعني زي الطوزة عندنا. طوزو بالتركي يعني ملح. العسل الطبيعي والخل. وجميع انواع البهارات. مقببة جيبيزين با. مقببة جيبيزين. ده سعر المشمش. 12 ليرة لكيلو. ده التين وده موسم التين. بعشرة ليرة لكيلو. ده فلفل. في لا يكلها قديه. طول البكينجاناية. لكن للأسف. فمرة اشتريتها انه هو بقى ده الحر زي زي الفلفل البنجالي. لكن طلع الفلفل بارد. انا مش عارف اي جاء بس شكله كده زي الفول. زي ما وعدتكم ان انا ان شاء الله اي مكان اروحه غالبا هصوره. وانزله لكم على اليوتيوب. ياريت اه ما تنسوش الاشتراك في القناة. وتعملوا الشير. الشير ده مهم جدا. في المرحلة الاولى. كل شيء موجود للمكسرات. سعر السوق البزار ده بيكون ارخص من السوبر ماركتات والمولاتك تدير. زي ما قلت في الفلوغ الماضي انه تركيا بلد الخيرات. فعلا كل شيء موجود فيها مش بيمستورد. يعني زراعة البلد. ده التوت. يعني احنا عندنا في بريطانيا فاكهة فيه فاكهة كتيرة بتجينا من بره. لكن هنا في تركيا كل الفاكهة مش المعظم. بتتزرع هنا. اللب هنا زى مزارع عباد الشمس. آآ مالية الشوارع. فاللب هنا بكثرة. ذات اللب اللي هو النوعية ده. ده عين الجمل بالملبن. يعني كل شيء حتى حتى البرتقان. يعمل لك ازايز. يعمل لك كبهات. كبهات. كمالك؟ 20 ليرا. 20 ليرا. ستارباكس. ستارباكس. اه. حسنا. 20 ليرا. 20 ليرا. هذا هو بطل. واحد لترع 20 ليرا. مسلمان. مسلمان. انا من مصر. 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 تلكيا. برادر. ما تقول له انت مصري بيدرب لك تعظيم سلام ويقول لك اهلا وسهلا. العشرة من دول بعشرة ليرا. دي صلصة. هم بيعملوها. انا معرفش ده عصير ولا ده مخلل. سلام عليكم. ده عصير مخلل? يعني ده بتشرب ولا ده بتحطه على السلطة? بشربوه عصير مخلل? ان شاء الله. الاخ سوري? اهلا وسهلا. جميع انواع المخللات. ورق العنب الكيلو ب20 ليرا. كل شيء موجود هنا يعني يعني اللي يدخل السوق ده ويطلع خلاص يبضع بضاعة الاسبوع كاملا. شايفين الطماطم حمراء ازاي من دهو? يعني دي تنفع سلطة و تنفع اه كاتشاف. تنفع سوس. اربعة ليرا الكيلو. عندنا في بريطانيا بيبقوا خمسة ستة من دول بيتبعو لك مسلا بكلاتة جميس تر لنا. دي باربعة ليرا. اربعة ليرا دي يعني ايه? يعني عشرين ارش ممكن او تلاتين ارش. نيجي على الزيتون. اشكال والوان. السلام عليكم. ده الزيتون. عشرين ليرا. ستاشر ليرا. حتى شوفوا عاملين لونه ازاي? خطينا عليه لون احمر. بانجر. 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 اه. بانجر. اسمه بانجر بالتركي. لا بالليمون. انا كده نقلت لكم سوق تركيا. في كل مكان في تركيا بيكون بنفس المصام. بيبقى في اماكن تانية خيام منصوبة. الناس بتيجي تحتيها. وتفتح محلاتها. انجلش? انجلش? نو. نو? تركيش. تركيش. تلاتين بيضة بخمستاشر ليرا. طبعا هنا برضو البيض انواع اه تغزية الفراخ بتاعته بتبقى ارجانيك. ففي فرقة برضو في السعر. يعني قرش عندهم برضو. ده بتاع الرؤان. طازة. بيقول لك طازة. يا العيش. ما شاء الله. دي جبنا. دي الكنافة. ده عصير توت فرش. دينا افاجأ امل. جاب لها كوباية العصير دي. اوه. ده البندق. ده بندق. هو ده بندق. ده اه. 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 شايفة? دي البندق ايه. اه. بس ليت رويلة كده. بتتفتح. سريحة كده اسمه? هم بيأكلوها هنا في الشارع كده على فكرة. اخضر. دي مش بندق على فكرة ده وتعمل زي ايه? زي اللي هو اللي هو بيبقى نوع من البندق. نوع من البندق. اللي بيبقى مسكر مش بيبقى زي البندق. فهمها? بس ندلو حتى. دي اللي تبقى مسكره مع المكسرات. نوع من البندق. البازار ده في حتى لحوم واجبان وبلاستيكات هيا. وكمان في دور في الارض. في كفيتريا لللي عاوز. دي عشان تعمل بها توم او حاجة صغيرة كده. جنزة بين مسلا بدل ما توسخ المبشرة كبيرة ده دي بتعلق على تلاجة. دي حاجات لطيفة كده هنا صغيرة كده بس جميلة يعني. تلافين هنا ساحة بتعلق على بشكل جميل جدا. فيها مية. ودول عشان الملح والسكر. ودي اه مبشرة للجزر. ده على شكل براية. تركيا بلد صناعية. تلاقي فيها كل شيء. وده الحاجات اللي هنا كقول لها. مش البلدية هنا بتهتم جدا بالبزارات. حتى بيبقى فيه باسات بتاخد ال الناس مجانا يوم السوق. بتطلع من اماكن معينة. ده نكون انتهينا من جولتنا في الطابق الاول مع عدم مكان السمك. ويلا بينا ننزل تحت نشوف فيه ايه. كل شيء موجود. اكسسوارات للحلل. كل خاماتها. ودي غطيان. ودي اكسسوارات لما كان للمكانس كهربائيه. دي جواها ايه. واحدة بطاطس وانتها في البطاطس. السلام عليكم. تفضل. تفضل ايه. تفضل ايه. هل هذا lilly. تخذي حمزة البورجر وتخلص بتاعك ها. بيه. هابي؟ انا. اك. هل هناك كنبة هناك؟ هل هناك كنبة؟ هل تقول لك يا جدو هناك كنبة هناك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل ما بيعملوها هنا دي انواع الحلوات الطحينية وهذه الاسعار عربين خمسة وعشرين ده الكيلو طبعا ودي بقى باللوز طعم الشكولاتة كل انواع الحلوية دي كلها حلوة طحنية يعني عندهم مكان كامل لحلوة طحنية دي انواع الحلوة الطحنية مغرية جدا بس انا مش لها تقل على حلوة طحنية دي كمان شايفة؟ شايفة؟ شايفة هنا؟ في مكان فوق طور مم دي كلها نوع مربة 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 ده اسمي ده تين عنب ودي بقى اللي بتعمل الطحينة يا ابي نحط فيها السمسم وتطلع هنا طحينة نا مكان زي كده نا حنا فيها تفتح تطلع عليك طحينة مرحبا طحن فكرة انا النهاردة بصور لكم مش من على السفرة لا قالوا مش اسطل لك العبل ما يطلع على السفرة التصوير النهاردة من هنا هو 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 يوع كده تيو 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 لا مش هنوري هاااااااااا اشتركوا في القناة